الكلام بتاع السفينة الغمضة كاثرين انتشر واصار موجة غضب وقلق وإحباط عند الناس كلها وعلى فكرة ده طبيعي طبيعي جداً كمان لأن مصر من بداية الحرب على غزة وهي بتقدم كل سبل المساعدات إنسانياً وكان موقفها الموقف الأكتر وضوحاً وحسماً وزي ما قلت لك مساعدات إنسانية وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى الدولماسي مصر كانت حضرة بكوة وحسن فطبيعي الناس لما تسمع خبر زي ده تتخض علشان كده حصل حاجتين مهمين جداً مبارح الأولى منهم المتحدث العسكري في استجابة سريعة وتعامل محترف الحقيقة طلع البيان ده نفى في هذا البيان بشكل قاطع ما يتم ترويجه بخصوص موضوع السفينة والمواد المتفجرة وإسرائيل ووصف اللي نشر الكلام ده بالحسابات المشبوهة لكن اللي لازم تقف قدامه وتتأمله هنا ولا تتجاهله أبداً ولا تتجاهل دلالاته هو تأكيد المتحدث العسكري بالعنوان ده بشكل معلن وقاطع أكد أن ما فيش أي تعاون عسكري مع إسرائيل